ده على وقاعة السؤال اللي سيادتك قلت عليها بالنسبة ليه أختنا الفاضلة ستة أم أحمد اللي بتقول زوجها فجأة ساب البيت وبيقول له من قاعد في لوكندا وبعد كده اتصلوا ويحاولوا يعرفوا هو فين بقالوا 17 يوم طبعا أنا على طول يا ستة أم أحمد لازم أقول إن الشخصية فيها حاجة مش مظبوطة من غير ما حضرتك يعني ولا هو برضو يزعل في الإنسان ده اللي يقوم فجأة يسيب بيته وزوجته وأولاده ويمشي إذا أولادك كبره ففي زوجة معلق أمرها برقبتك وكفى بالمرء إسما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقوت من يعول لك في رعيتك وفي ولايتك طب الكبار دول أولادك كبره ست زوجتك دي من لها لو إن شيء حصل لها دلوقتي هيكون ده زنبو فرقبت مين حضرتك فحضرتك بسألي إيه الحكم إنسان بيعمل هزة في البيت ملاش أي لازمة عايز تتجاوز قول أنا هروح أتجاوز وخليك صريح معاهم وخلي الأمور على بينا لأن عقد الزواج يملي على حضرتك الوضوح تبقى إنسان واضح إنما شايف أخذ في وشي واسب بيتي وعيالي ومراتي وامشي حتى لو أنا شايف أن عيالي دول كبار والستة دي من يكون لها يعني طبعا في خطأ كبير وفي استخفاف بالمسئوليات اللي ربنا سبحانه وتعالى حملها لنا يعني مسئولية وأنا بتحملها يعني أمانة فأنا كده بضيع الأمانات اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكلها إلي فأكيد إن أنا مش هبص يا ستة محمد للشخصية بإنها فيها استقامة فيها حاجة مش مظبوطة إني أسيب البيت وأمشي ولا يعرفوا عني حاجة وقف الموبايلات ده على طول في شيء مختلف العلاقة وممكن يديني مؤشر بإنه العلاقة الزوجية فيها بردو أو في حاجات دفينة في نفس هذا الزوج أو في انحراف خلقي يجي هو طق في دماغه وعايز يعرف فلانا ولا علانا هو مش قادر يواجه الغلط بتاعه أو يظهر عليه قدامكم فيختفي وبردو ده تصرف يعني يحتاج إلى الإنسان قبل يعمل حاجة زي كده الإنسان يفكر فطالما أنا فجأة بتطلع لي أعمل حاجة وفجأة بجري من غير مدرس عواقبها يبقى فين عقلي عقلي أكيد يعني هيبقى فيه حاجة مش مظبوطة الناس اللي بتقول تجوز وما تجوز وانتوا معندكمش لازم تعرفوا هو فين لأنه ممكن يحصلوا حاجة وانتوا متعرفوش عنه شيء فلا سيبوني كده مع نفسي وإنه لا دي أوضاع مختلة وهو مقصر وكفاه اسم يعني مش محتاج اسم تاني فوق اللي هو عمله كفاه من الاسم ما حمل نفسه إنه يضيع من يعول اللي بيحط بيته في التربات وضغوط ما يغركمش الولاد كبرت والولاد لسه صغيرة مش فاهمة أو الولاد خلاص كبرت وبقت مدركة مصلحتها لا بيتأثروا وممكن عيل يروح منك وانت مش واخد بالك لو كان صغير بيرقبة كويس جدا لأن انت بالنسبة له مصدر المعرفة والتلقي والاكتساب وكل شيء وان كان كبير فبصص الوضع ابوه امه في مقام معين بعقلية اكبر مش عايز يشوف تصرفات صبيانية فلما انت تعمل قدامه تصرفات مش مزبوطة بتهز البيت بتهز هزة كبيرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ هو بيقولك الآية دي عشان تقرأها في غفلة ولا تقرأها تخلي بالك أنا بتكلم أقول إيه مع أولادي أنا بتصرف إزاي مع أولادي أنا حريصة وجههم للخير ولا نايم عن توجههم للخير ولا بضيحهم بالاضطرابات اللي بعمل أعد شاكل فمهم وعود شاكل فيهم ما بيشوفوش مني خير لا صلاة جماعة بصلي لا دعاء بيسمعوني يقولوا لبيقوموا على صوتي وأنا بصلي الفجر ولو أنا مثلا بقرأي من القرآن الكريم ولو أنا بحض على سلوك طيب لأنا سايب البيت وماشي وبقولهم سيبوني كده عمل اللي أنا عايزه وبعد كده باستنوني بقى لما بأرجع أرجو أنه يسمع الرسالة دي وأتمنى انتصلوا أتمنى حتى يعود إلى رشده وإلى أسرته لكن أنا لو الغياب طال يا ستة محمد أكثر من اللازم لابد من إبلاغ الشرط عشان تعرفوا هو فيه هو النهاردة طالع كده واخد في وشه وعمل يعني هو مسيطر على الموضوع كله وقفل موبايلات وارد يحصل له شيء وأنتم ما تعرفوش عنه حاجة وارد يحصل له شيء يحتاج تستنقذوه ما تقدروش لأن انتو هو عازل نفسه نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة الوقت شكله كده خلاص نسأل اللهônวกك أليس أليس أري pat 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 hat